نقطة نظري هو تواصل الاحتياجات في حضراموت على الرغم من تشكيل لقنة رئاسية من قبل رئيس مجرس القيادة الرئاسي رشاد العليم ما تزال الاحتياجات مستمرة وأيضا هناك الكثير من الأحداث التي يمكن التعليق عليها خلال هذا الأسبوع هناك أحداث هناك احتجاجات في غير الباوزير في الشحر في الحامي في الشحير وهو أيضا قرية تتبع غير الباوزير وهناك أيضا الطلاب في جامعة حضراموت ولديهم مطالب أعلنت ومدعومة كذلك من قبل حلف قبائل حضراموت تطالب هذه الاحتجاجات المستمرة بأن على مجرس القيادة الرئاسي والحكومة تنفيذ مطالب حضراموت كاملة وغير منقوصة وفي أسرى وقت نحملهم المسؤول عن عدم التنفيذ استمرار التصعيد الشعبي في كافة ربوح حضراموت حتى تحقيق المطالب أيضا خيرات حضراموت تسخل لخدمة حضراموت ونرفض خروج النفط الخام من خزانات الضبة والمسيلة ما لم تتحقق المطالب هو تذهب بعض النفط إلى كهرباء عدن ومرفوض من قبل هذه الاحتجاجات تأييد كافة الخطوات التصعيدية التي اتخذها حلف قبائل حضراموت على أرض الواقع لضمان تحقيق المطالب واستمرارها لتشمل كل تراب حضراموت نطالب بمحاربة الفساد المبسدين في محافظة حضراموت والذين تسببوا في تضييق سوبر العيش على المواطنين في كافة المجالات وإحالتهم للتحقيق على السلطة المحلية التجاوب مع مقترح قبائل حضراموت ببيع الوقود من مادة الديزل المنتج محليا من بترو مسيلة إلى السوق المحلي بسعر 700 ريال ولمال ذلك من أثر على حياة الشعب الحضرامي وتخفيف معاناته وأيضا دعوة السلطة المحلية في المحافظة بتنفيذ قرارها بشأن تخصيص الأسماك للسوق المحلي واحترام قراراتها والإشادة بالتحركات الطلابية والجامعية ومختلف القطاعات والشباب وكافة أبناء حضراموت وندعم تحركاتهم السلمية حتى تحقيق المطالب في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب فإنه سيتم اللجوء إلى اتخاذ كل السبل والوصول لتنفيذ الهداف والمطالب المشروعة وعلى صعيدة هذه الاحتياجات هناك احتجاج له علاقة بالصيادين في الشحير وهي قرية ساحلية بالقرب مطار ريان خرق المواطنون والصيادون الذين منعوا من الاستياد في المنطقة مقابل مبالغ مالية كانت تعطى إليهم من قبل القوات الإماراتية يقال أنها ستمائة ريال سعودي أو تسعمائة ريال سعودي لكن هذه المبالغ وقفت مع أيضا منعهم من السيد الأمر الذي دفع بالمواطنين للخروج والاحتجاج وقطع طريق الشحر المكلة لكن هناك سيارة هويليكس قدمت إلى المنطقة وألقت قنبلة على المحتجين ما أدى إلى جرح خمسة وهم جمال كرامة بخميس سالم محمد الشعملي عبدالله سالمين بازار عمر عضبة بن شابط هاني محفوظ مرعي ونقلوا إلى مستشفى الغيل وحالة بعضهم حارجة الحادثة حدثت بالأمس يوم الثلاثة أولا ندري من الذي يستفيد أيضا من تصعيد وتوتير الأجواء في حذرموت من خلال مثل هكذا عملية إجرامية بحق معتصمين ومتظاهرين يطالبون بحقوق مشروعة في الصيد في المياه الإقليمية لحذرموت بالقرب من منطقة الشحير التي أيضا تقع بالقرب من الريان ولدينا إذن خارطة بالإمكان إذن استعراضها هذه الاحتجاجات وهذه الخارطة مطار الريان دائرة الحمراء في الأسبل بحر العرب وهو الشحير وهذه الخطة الأصفر مدينة بالأحمر في الأعلى والخطة الأصفر هو طريق الشحر المكلة والاحتياجات هناك في الخط وأيضا الحادثة وقعت هناك وهذه الإشارة تعطي المطار الريان في الأسفل وهو بالقرب وبسبب قرب مطار الريان من المنطقة يمنع الصيادين من الصيد في هذه المنطقة والاحتياج هو مطلوب ولنقول مفهوم يعني أن يحتجل الصيادين في المنطقة باعتبار أن البحر هو مصدر رزقهم وأن الأموال التي كانت تعطي إليهم منيعة وبالتالي هم ظهروا للاحتياجة لكن من الذي القابل قنبلة على المحتجين وجراحة خمسة حالة بعضهم خطر من الذي يستفيد من تسخين الأجواء ولماذا لا تهدأ حضرموت أيضا على الرغم من تشكيل لقنة عسكرية ولماذا لا يستجاب لهذه اللجنة ولماذا لا تعمل إذن هذه اللجنة على تهديئة الأوضاع في المحافظة التي يبدو أنها وعلى غير العادة تبدو في حالة غلايان عوض مجلس القيادة الرئاسي فرق سالمين البحسني وهو كان في أمريكا عندما شكل الرئيس رشاد العليمي هذه اللجنة بدأ وكأنه غير راضي تشكيل هذه اللجنة وهل هناك صراع إرادات ما بين مجلس القيادة الرئاسي نعكس على المحافظة وإلى أين تنضي المحافظة جراء هذه السخونة وهذه الاحتياجات المستمرة ولماذا تفشل حتى الآن السلطة المحلية لنقل وكذلك إذن القيادة الرئاسية وكذلك إذن اللجنة الرئاسية في إرضاء أبناء حضرموت وفي التوصل إلى التفاهمات تخرج المحافظة من حالة هذه الاحتقانة الحاصلة في المحافظة يذكر إذن أن قوات إماراتية كانت قادمة في الطريق الشحر المكلة وإذن منعت من المرور وبحسب المتظاهرين قالوا أنهم لم يكنوا يعلموا عن خلفية القادمين الإماراتين أو غيرهم لكن طريقها قطعت بالكامل لمطالب حقوقية بعيدا عن المطالب السياسية وهذا توضيح أيضا من المحتجين من أبناء الشحير أنهم لا يستهدفون جهة سياسية بعينها ولكنهم لديهم مطالب مشروعة والتقت كذلك أيضا مع مطالب المواطن الذين يبدو أنهم مدعومين من حلف قبائل حضرموت المتعلقة بالموارد النفطية للمحافظة فعموما أعزائي المشاهدين إن بقاء حضرموت في هكذا حالة احتقان هو أمر غير جيد ويبدو أن وراءه ما وراءه ويبدو أيضا أن الجهات تدفع أيضا بتوتير المحافظة لمطالب معينة ربما هي تدفع بتغيير المحافظ أو ربما لديها أقندة بمحافظ آخر لكن لا ندري عن هذا الموضوع ما يرفع حتى لأنه مطالب مشروعة حقوقية لأبناء حضرموت ولا يمكن إلا التضامن معها أو تفهمها وأيضا الطلب من السلطة المحلية وكذلك إذن لقنا رئاسية أن تعمل وفي أسرع وقت على معالقتها باعتبار أن إبقاء هذه المحافظة في حالة توتر وفي حالة سخونة دائمة هو أمر غير جيد فاصل ونواصل